بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكروا إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكسطة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكون هو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن في اختلاف الليل والنهير وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما وهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم رب بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجل فنذر الذين لا يرجون بقاءنا في طغيان المعمر وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زهر المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما يتلوتون عليكم ولا أدريتم به فقد لبت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشرفون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا ينزل علي آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعض ضراء مستهم إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وفرحوا بها جاءت تاريح عاصف وجاء أول موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مفلسين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فمنبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وإذا أتاها أمرنا ليلا أو مآرا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسن وزيادة ولا يرهقوا بوههم قتر ولا دلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب نيرهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاء ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين كنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاه الحق وضل عن ما كانوا يفترون قل من يرزق من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأناتوا فكون قل هل شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثر إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يغصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهير يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يزلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجل فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نارا ماذا يستعجل منه المجرمون أسم إذا ما وقع آمنتم به آل آن وقد كنتم به تستعبدون ثم قيل للذين ظلموا ذوكم عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسرون ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنهم لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثره لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعهم يا أيها الناس قد جاءتكم وعظكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفره هو خير مما يدمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلكم منه حراما وحلالا قل أرأيتم أنزل الله لكم أم على الله تفتغون وما ظن الذين يفتغون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخفون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولذا سبحانه هو الغني لهم ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نضيبهم العذاب الشديد بما كانوا يكون واتل عليهم بأنوح إذ قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليهم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنزرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنديناه ومن معهم في الكلك وجعلناه الخلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءتوا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتنفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون تكوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لكم موسى ألقوا ما أنكم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما ديتم به آسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالم في الأرض وإنه لمن المسركين وقال موسى يا قول إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وندنا برحمتك من القوم الكفرين وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقولكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر الدينين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينته وأمواله في الحياة الدني ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا من سبيل الذين لا يعلموا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجموده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننديك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الفزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مني وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الربس على الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم الله يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نندي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نندي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتوا في شك من بني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمركم أن أكون من المؤمنين وأن أقم وضعك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضعك فإن فعنت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لقضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءت الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر